عاد قصاي محمد علي إلى بلدته شروين شمال بغداد بعد الاشتباكات التي توقفت الأسبوع الماضي ليجد منزله محترقا وفيه بقايا مواد تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة ودمار في القسم الذي اعتاد فيه استقبال ضيوفه حيث تدل حبل مشنقة من الشرفة ووجد قصاي جراره الماركون في باحة المنزل محترقا جزئيا قرب نخلة متفحمة فيما أدت غارة جوية أو قصف متفعي إلى تدمير المنزل المواجه في البلد الواقع في محافظة ديالة دون أن تسلم المنازل القريبة من الشضايا أنا جئت هنا بهذا البيت ويعني متأسف حيل متأسف شوان راح أجيب عائلتي هنا شوان راح أعيش معهم حيل متأسف جعلنا لهذا الشغلة شغلة جريمة بحق الإسلام تمكنت قوات الأمن العراقية بمسندة متطوعين من استعادة السيطرة على بلدة شاروين من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية لكن قصاي وباقي الأهالي يأملون الآن في تلقى الدعم من الحكومة لإعادة إعمار بلدتهم وسيؤثر حصول الأهالي على هذه المساعدة أو عدمه بشكل كبير على مدى ثقة العراقيين بحكومة بلادهم ومدى قدرة الحكومة على إبقاء سيطرتها على المناطق المستعادة من التنظيم أريد من الحكومة أن بس تجهزنا وتدعمنا بالإسلاح وإحنا نكمش منطقتنا وبعد الدواعة شمالهم وكان إن شاء الله عندنا وتصطيح المنطقة تضررت المنطقة بيوتها مدارسنا تأذيت أريد المحكومة استدعمنا بهذا الشيء أما الجدران المتبقية فخطت عليها أسماء شخصيات دينية شيعية بارزة ببخاخات الأصباخ تأكيدا لدور قوات الحشد الشعبي المؤلف من قوات شيعية موالية للحكومة في القتال لاستعادة السيطرة على بلدة شروين